بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بعزائي الدارسين لمقرر أصول الإدارة والذي يعتبر مقرر أساسيا لكل دارس علم إدارة الأعمال يتناول مقررنا ثماني وحدات أساسية تغطي كل منهما أحد المحاولة الرئيسة لإدارة الأعمال الوحدة الأولى تتناول بعدين أساسيين هما تعريف الإدارة وأنواع المديرين ويتوقع بعد قراءتك لهذه الوحدة أن تتفهم وتستوعب أولا مفهوم الإدارة وعناصرها ثانيا مستويات الإدارة ثالثا أدوار المديرين والمهارات اللازمة توفرها فيه ثم رابعا الوظائف الرئيسة للمديرين وأخيرا التطور التاريخي للفكر الإداري في البداية سنعرف الإدارة وأهميتها سنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أن الله خلق الإنسان سبحانه وتعالى وخلق فيه صفات كثيرة تميزه عن سائر المخلوقات الموجودة على سطح الأرض وخلق فيه القدرة على التمييز بين الخير والشر وإدراكه في استخدام العقل والتفكير في كل ما هو نافع وتجنب كل ما هو ضار ومع ذلك تظل قدرات الإنسان الجسدية والحيوية والطبيعية محدودة وغير مؤهلة لأن تحقق له كل رغباته واحتياجاته لذا كان لزاما عليه أن يتعاون مع الآخرين ويتعاون الآخرين مع آخرين غيرهم من أجل تحقيق الأهداف والرغبات ومن خلال التعاون والعمل الكفر وحينما ينتظم مجموعة من الناس ومجموعة من الأفراد من أجل تحقيق هدف معين فإنه يصبح من الضروري أن تكون هناك إدارة تعمل على تهيئة الظروف وتنظم جهودهم من أجل الوصول للهدف المشترك بينهم هذه الجهود هي قيام المدير أو قائد المجموعة بتنصيق النشاط والتخطيط وتنظيم العمل والتوجيه والرقاب وتوفير العناصر كل هذا يعني ويركز على أهمية وضرورة الرقابة في أي عمل إنسان وعلى هذا يمكن تعريف الإدارة على أنها مجموعة من أنشطة تتضمن التخطيط وصنع القرارات والتنظيم والقيادة والسيطرة تتوجه إلى موارد المنظمة البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية بهدف تحقيق الأهداف التنظيمية مطريقة فاعلة وكفأة في بيئة ديناميكية متغيرة ومن خلال هذا التعريف تتضح أن المتغيرات التي تعمل فيها المنظمة نعين من المتغيرات هي بيئة داخلية وبيئة خارجية كذلك تتضح أن التقسيمات الأساسية للموارد المنظمة أربع تقسيمات هي موارد مادية وموارد بشرية وموارد مالية وموارد معلوماتية كذلك يتضح أن الأنشطة الإدارية هي أربع أنشطة رئيسية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقاب يتم استغلال الموارد الأربعة في ظل البيئة الداخلية والخارجية المتغيرة من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية لو أردنا الانتقال بعد ذلك إلى أهمية الإدارة تنبع أهمية الإدارة من عدة حقائق الحقيقة الأولى أولا أن الإدارة هي أساس النجاح لأي عمل يسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة ثانيا أن الإدارة هي الحافز الأساسي للجهد الإنساني ثالثا أن الإدارة هي عين المشروع الداخلية والخارجية وهي التي تمد المنظمة بالتصور البناء عن متطلبات المجتمع ومشاكله ربيعا أن الإدارة هي محور النشاطات والأوامر وهي محور دفع الأفراد لاستقبال القرارات وتنفيذه وعلى ذلك أن الإدارة الناجحة هي أساس النجاح لأي مشروع كما أن الإدارة الفاشلة وغير الناجحة هي سبب أساسي في فشل المشروعات وعدم استمراريته لو أردنا الانتقال بعد ذلك إلى أنواع الموديلين يمكن يتضح أن للمديرين عدة أنواع يمكن تصنيفهم من زاويتين الزاوية الأولى هي حسب المستويات الإدارية والزاوية الثانية وفقا لمجالات العمل الإداري أولا تصنيف المديرين وفق مستوياتهم الإدارية وفق هذا التصنيف فإن للمديرين ثلاثة مستويات إدارة علية وإدارة وسطة وإدارة تنفيذية أولا المدير الإدارة العلية مدير الإدارة العلية هم المديرين الذين يقومون بوضع الأهداف التنظيمية الكلي ويصممون الاستراتيجيات وسياسات العمل ويعملون ويشرفون على تنفيذه ويمثلون أطراف البيئة المجتمعية اتجاه المنظمات الحكومية والغرف التجارية الصناعية البنوك شركات التأمين كل تلك الأطراف يمثلون المنظمة أمامه ثانيا مدير الإدارة الوسطى مدير الإدارة الوسطى يشكلون أكبر مجموعة في معظم الشركات وتمتد الرتب الإدارية من أسفل الإدارة العلية حتى فوق الإدارة التنفيذية أو المباشرة تتضمن الإدارة الوسطى ألقاب مثل مدير المصنع، مدير إدارة، مدير عمليات، وهم المسؤولين عن تنفيذ استراتيجيات وسياسات صمماتها الإدارة العلية كما أنهم ينصقون عمل المديرين بالإدارة التنفيذية ثالثا مدير الإدارة التنفيذية أو مدير الصف الأول هؤلاء المديرين هم الذين يشرفون على العاملين المنفذين أو موظف التشغيل وهم رؤساء الأقسام ومدير المكاتب والمشرفون هم الذين ينفقون أكبر قرن من وقتهم في ملاحظة أداء العاملين بالمقارنة مع مدير الإدارة الوسطى أو الإدارة العلية التصنيف الثاني لأنواع المديرين حسب مجالات الإدارة أو مجالات النشاط الذين يعملون به وعلى ذلك يمكن تصنيفهم وفق مجالات الإدارة إلى مديري تسويق ومديري عمليات ومديري المالي ثم مديري الموارد البشرية وقد يمتد التصنيف إلى مديري البحوث والتطوير ومجالات إدارية أخرى أهمها أو أكثرها شيوعا مثل مدير النائل، مدير العلاقات العامة، مدير خدمة العمل وهكذا لو أردنا أيضا الانتقال إلى أدوار المديرين المختلفة نجد أن للمدير العام أو مديري في الإدارة العلية سلاسة أدوار رئيسة يلعبها داخل منظمته أولا أدوار العلاقات فهو ممثل للمنظمة التجاه الغير وصيط بين المنظمة وجماهيرها قائد لمرؤسي، منصق لمرؤسي ثانيا أدوار معلومتية فهو راصد ومتابع ومحلل للمعلومات في البيئة ومواصل المعلومات للعاملين الجمهور الداخلي ومواصل أيضا للمعلومات إلى الجمهور الخارجي للمنظمة الدور الثالث الذي يلعبه المدير هو أدوار صنع القرار فهو مصمم لبدائل ومقيم له منطقي للبديل المناسب أي الأنسب من بين البدائل المتاحة في مجال صنع القرارات هو الذي يقوم بتحديد بدائل تخصيص الموارد وبدائل التنظيم وبدائل معالجة الصراع وبدائل التفاوت لو أردنا أيضا تعريف المهارات الإدارية التي يجب أن يتمتع بها أي مدير نجد أن بغض النظر عن المستوى الإداري للمدير أو حتى لمدير المستقبل أي من سيشغل هذه الوظيفة مستقبلا يجب أن يتوافر وأن يسعى إلى اكتساب المهارات الآتية أولا المهارات الفنية ثانيا المهارات الإنسانية ثالثا مهارات تحليلية رابعا يجب أن يتمتع بالمهارات الإدراكية خامسا يجب أن يتمتع بمهارات الاتصال سادسا مهارات صنع القرار وهي مهارة أساسية لأي مدير سابعا وأخيرا مهارة التعامل مع الحاسب الآلي وعلى ذلك يمكن الانتقال إلى وظائف المدير نجد أن المدير أي كان مستوى الإداري يقوم بأربع وظائف أساسية الوظيفة الأولى هي التخطيط وصنع القرارات من خلال تحديد الأهداف التنظيمية وأنسب سبل لتحقيقها الوظيفة الثانية هي التنظيم أي تجميع وتنسيق الأنشطة والموارد من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية الوظيفة الثالثة للمدير هي القيادة من خلال إرشاد وتوجيه وحفز العاملين اتجاه تحقيق الأهداف التنظيمية الوظيفة الرابعة والأخيرة هي السيطرة من خلال متابعة وتقييم وضبط الأنشطة من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية لو أردنا بعد ذلك الانتقال إلى مداخل دراسة الإدارة ذلك سنتناولها في المحاضرة القادمة إن شاء الله